وينضم إلينا من النجف محافظها لؤي الياسري سيد لؤي أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم قبل أن نخوض في أسباب هذا الحادث وكيفية معالجته هل بالإمكان أن تعطينا أرقاما دقيقة حول خسائر هذه العملية من قتلى من جرحى حالة الذين هم بحالة حارجة أيضا؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا تحية طيبة لكم والجميع الأخوة والأخوات المشاهدي قناتكم الكريمة بالتأكيد كان بداية التقرير أنا سمعت سبع شهداء وستعاش جريح نعم كانت المعلومات غير دقيقة في بادئ الأمر الحصيل النهائية حقيقة أخذناها من دائرة الصحة وأنا زرت المستشفى مستشفى الصدر التعليمي عدد الشهداء عشرة شهداء كان جرحا جروحهم خطيرة واستشدوا وكذلك لسبع طعش جريح أربعة منهم فقط حالتهم غير مستقرة ولثلاث عش الباقي حالتهم طبيعية وأعتقد يوم غد إن شاء الله سيغادرون المستشفيات هذا بخصوص الحصيل النهائية للشهداء والجرحة نعم استاذ لوئي هل تعتقد أن الأجهزة الأمنية المشرفة على أمن النجف مثلا تتحمل بعض المسؤولية بسبب عدم ضبط هذا الطريق الذي سلكته سيارات المفخخة وهو طريق سلكه الصهريج في الشوملي قبل بعد زيارة الأربعين حقيقة اليوم القوات الأمنية في المحافظة وخاصة السيطرة التي تم التعرض عليها أبلة البلاء الحسن كان جهدهم مميز واستثنائي وأيضا كان دور مميز للعشائر في المنطقة وأيضا شارك أحد الأخوة أعضاء المجلس أعضاء مجلس محافظة الأخ فاروق الغزالي مع حمايته وصدوا هذا الهجوم حقيقي كان هم في النية ليس السيطرة السيطرة سيطرة يعني لا تشكل شيء كان هدفهم الدخول إلى النجف ويكون هدف أكبر وأدسم ولكن هذه البطولة وهذه التضحيات الجسام التي قدمها اليوم مقاتلين أبنان أبناء النجف والعشائر وكل اللي ساموا في هذه العملية أجبروا هذه العجلة الحقيقي هي عجلة لاند جروز موديل 2015 حديثة جدا استقلها خمسة إرهابيين شخص بقب السيارة والأربعة ترجلوا من العجلة كانت إصابات مباشرة من قبل العشائر ومن قبل المنتسبين كان دور المنتسبين مميز وخاصة ضابط اللي جعل العجلته في نصف الطريق ومنع السيارة من التقدم عجلتهم وكانت تصدي رائع جدا نعم هم استهدفوا المدنيين كما تعلم يعني وهم يسيرون بالطريق يرمون كل مدني قابلهم وكانت ساعة سبعة صباحا الناس ذهب إلى أعمالها طيب فكانت حقيقة خسار بالمدنيين كثيرة نعم كل الخسار أغلبها بالمدنيين نعم تسيطرة كان لهم دور مميز أما بخصوص الإجراءات الأخرى اللي ذكرتها جنابك نعم كان اليوم اللقاء مع السيد قائد العمليات وبعد ساعدنا اجتماع أمني مهم لمناقشة ووضع الخطط الناجعة لمسك هذا الشريط اللي ذكرته قبل قليل فعلا هذا الشريط رح ينمسك بقوة من قبل فوج نظامي نحن اليوم نتصنى بمكتب السيد القائد العام القوات المسلحة اللي طبعا وجه بتكريم الضابط والمنتسبين الشهداء وتكريم الجرحة أيضا هذا الدور أيضا معنوي كبير جدا يقدم القائد العام القوات المسلحة فأكيد بالتأكيد عندنا خطط رح إن شاء الله خلال هاي يومين سيد لؤي رح ندخل خطط جديدة إلى حيز التنفيذ نعم سيد لؤي مع احترامنا لهذه الخطط هل تعتقد أنها خطط كافية قادرة على مسك هذه الأرض يعني تعرف أن الصحراء صحراء كبيرة وواسعة طولا وعرضا وعمقا يعني هل تحتاجون إلى قوات إضافية هل يستطيع الحجز الشعبي مسك هذه المناطق أم يحتاج إلى تعزيزات عسكرية من الجيش شرطة اتحادية ما إلى ذلك نعم بالتأكيد طبعا نحن رح نقوم بعمل مانع اصطناعي بالتنسيق مع محافظة كربلاء ومحافظة السماوة ورح نشرع به من يوم غد إن شاء الله في حدودنا الإدارية رح يصل إلى حدودنا مع السماوة وأكيد الديوانية والسماوة سوف تنفذ المتبقي أيضا صار توجيه من قبل سيد قائد العمليات رح تكون سرية جوالة على هذا المانع الاصطناعي بالإضافة إلى طيران الجيش رح يكون طلعات مستمرة على مدار الأسبوع يوميا طلعة لطيران الجيش إن شاء الله في هذه المناطق ومسك العقد المهمة جدا رح نقطع كل الشوارع رح نخلي الشوارع فقط اللي تحتاجها القطعات الأمنية وعندنا كما تعلم في منطقة بادية النجف مقالع للغنامة ومقالع عدنا هناك في المناطق أيضا يجب أن نترك لها طريق بالتأكيد هذا الموضوع إن شاء الله هذا اليوم ليلا رح نضع كل الترتيبات اللازمة لمسك هذا القطع مسك نهائي وبصورة تامة إن شاء الله من مدينة النجف محافظة النجف لؤي ليسري شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر